اهلا بكم في موجز لاهم واخر الاخبار وقعت اليوم اتفاقية بشأن تزويد العاصم عدن بكاميرات مراقبة حديثة وذلك في اطار جهود دولة الامارات العربية المتحدة لتعزيز المنظومة الامرية تتضمن الاتفاقية التي وقعها وزير الدولة محافظ العاصم عدن احمد حامد لملسة ومدير عام الشرطة والامن اللواء مطهر الشعبي تزويد الاجهزة الامنية بمنظومة كاميرات حديثة سيتم تركيبها في شوارع واحياء العاصم عدن من اجل مراقبة الوضع الامني ورصد الاختلالات الامنية ومكافحة الجرائم والفوضى والاعمال الارهابية ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في اجتماع مجلس الوزراء الدولية لاوضاع السياسية والاقتصادية العامة واكد مجلس الوزراء على استمرار اجراءات الهدفة الى تقليص النفقات بما في ذلك تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي واخراج الاسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج وتقليص اعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد دشرت قيادة اللواء الثالثة مشاه العامة التدريبية بعرض عسكري لوحدات واسرعي اللواء بحضور القائد العام لقوات الحزاب الامري شهد الحفل استعراضا عسكريا للخبرات العسكرية التي تلقاها افراد اللواء بالاضافة لعرض مفصل وشرح للمهارات القتالية وطرق استخدام الاسلحة الفقيلة والمتوسطة هذا ويعد اللواء فالث مشاه من ابرز الانوية العسكرية المساهمة بعملية سهام الشرق اخمدت القوات المشتركة مصادر نيران وتحركات لميليشيات الحوثي في جبهات الساحة الغربي وفاد الإعلام العسكري بأن ميليشيات الحوثي حاولت استهداف مواقع عسكرية في محور الحديدة وتحديدا جنوب مدريتي الجراحي والتحيطة تزامنا مع محاولات مماثلة في محور البرح غرب تعز وسرعا ما تم التعامل معها بحزم هيئة الموجز الى اللقاء